السلام لبنات ان شاء الله تكونوا بخير ودايمن فرحانات وكل وردة ان شاء الله يارضي اليوم جيت نشارك معكم وصفة جديدة من وصفات انقص الوزن بدون حرمان اهنا عندي الشوفان اللي هو لبوان وعندي حبوب الشيو اهنا الوصفة بتاعنا هي حليب بالشوفان اللي هي وجبة صحية ومغضية في نفس الوقت عندنا الشوفان عندي القرفة عندي حبوب الشيو عندنا العسل عندنا هذ الحبوب هذو اختياري كاس حليب نصحب بابانا عندنا حبيبة تعلوز عندنا شوية تاع زبيب وحبة تعتمر اهنا نخذو كسرونة تاعنا نديرو فيها كاس تاع الحليب نزيدو عليها خمس مغارف بتاع الشوفان خمس مغارف بتاع المكلة بتاع الشوفان نزيدو عليهم مغارف صغيرة تاع قرفة ونخلطهم مع بعض نحركهم ونخلح حتى يغلى هنا بعد ما بدأ الحليب بتاعنا يغلي نطفيو عليها اهنا الشوفان تشرب ملاح من الحليب نخذو البولت تاعنا نفرغوه فيه ومرو لعملية التزيين هنا عندي نصحب بابانا نتاعي قطعتها دواعر نزيدو شوية تاع زبيب حبيبة تزبيب يعني تزيين اختياري بالموجود هنا عندي حبيبة تتعلز بعد ما بدشتهم عندي حبوبشية حبوبشية ملح بزاف يساعده في انقص الوازن ويعطونا الاحساس بالشابع وما نجوعش به به يعني يعطوني احساس بالشابع لمدة طويلة شوية انا عندي حبة تاعتمر انا استخدمت غير حبة نزيدوها في الطرف ونزيدو عليهم شوية حبوبشية وناخذو نصم غرفة على السد نزيدوها من فوق. ونزيدو رشة عقرفة. هذه الوجبة التعنا الاولى وجبة فطرس فابح. وهنا نمرو الوجبة الثانية وهي وجبة الغداء اهنا عندي الجج احنفورو نديرو مفور. اهنا عندي الخضرة وعندي الروس. اهنا الروس تاعي نزيدلو الماء حتي يطفن الفوق حتي يغطيه. ونديرو يفور. انا هنا هنا عندي هاد الابارة ينفور فيها. وانتي لا ما عندكش تستخدمي عادي يعني القدرة والكسكس عادي. نديروهم يفورو. انا هنا شالت لهم على درتهم على ربعين دقيقة. اهنا جزو ربعين دقيقة. الروس تاعي يعني طب ما شاء الله. والجج ثاني دخلو طيب وجه خرم اللي ينقلوه ولنديرو في فلاصوس دايما نبدله شوية الطريقة تاعنا يعني. وهنا لي ما عندهاش الميزة تقدر تكيل بالمغرف تاع الماكلة. مية وعشرين قران تاع الروس. هي خمس مغارف تاع ماكلة. اهنا دايما نقول لكم شرب الماء ضروري جدا لانه يساعد على انقاس الوزن بسرعة. وملح ثانية اه ملح للشعار وملح للجلدة تاعنا. اهنا الجاج. لي ما عندهاش ميزة دايما تحكم على قسيدها. دير مرسو صغير. يكون مية مية وعشرين قرام ابي بري هكذاك. اهنا عندي الخضرة بتاعي. يعني الخضرة كمية غير محدودة. لانها غنية بالاليف والبيطامينات. انا عندي مورف فتا زيت زيتون. وعندي هات توابل. انا الخضرة التاعي والروس طيبتهم ما درت لهمش الملح كيفورتهم. انا بسكو هاد لزي بيس فيهم الملح. نزيدهم مع الخر. هذي انه طابق الاخت تعنت على الغاداء. عفوا. هذي الوجبة الثانية لنهار اليوم. نمر للوجبة الثالثة هو عبارة عن سناكس القهوة تلاشية. اهنا انا عندي قهوة. واللي ما يحبش القهوة يدير يشي ياخذ كساتي ولا يدير كسحليب. انا هنا عندي باطة عياغوت طبيعي. خالي من الدوسم. بطبيعة الحال. تقدري تعوضيها بكمبوت ولا تخضي يحب تفاح في بلاست اه يلديتي كسحليب درتي كسحليب. اخوضي معاه كشفاكيا. نمر للوجبة الرابعة وهي الاخيرة وجبة العاشاء. اهنا انا عندي اللوبيا. عندي الخضار. عندي مية وعشرين قرام. تع الجاج. عندي ربعين قرام تع الخبز. وعندي حبة تفاح. حبة تفاح ما تفوتش مية وعشرين. مية وعشرين قرام. ما تنسوش ديرو اشتراك للقناة. فعلوا زر الجارس ليصلكم كل جديد. وديرونا ليلايك. في وصفة اخرى ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.